مساء الخير أنا الدكتور أحمد رمزي صاحبي صيدلية دي بدل الحاكيم رحت المية واخدت كل الأدوية وكل واحدة رح بيقول ما قد نعوش بالكلية دعناية وأنا صغير كنت عيل حقنة أنا دخلت صيدلة عشان بحب حياتي تكون عملية أنا أبقى أخاها ما عندكوش عاية كحولة يا حاجة ثلاث مرات قبل الأكل مش ثلاث مرات قبل نفس الأكلة الوادي ابني بلع جنيه عايزين نجيبه تلاقي واحد واخد طلقة في إخناقة وجاي يقول لي اكتب لي حاجة يا دكتور أكتب لك عمر جديد يعني هو ليين داس كلها بتتعب وقتها ما بفتح عايز كريم بس بص هو الغاطة بتاع لونها زرق اشتغلت في التليفونات فترة كنت بقس الحرارة ما بحبش حدي مرهمة ما بعرفش حوش خالص أي حاجة بتجيلي بصرفها سري لك إيه اللي الطفل عندها خمسة وعشرين سنة اللي أبقى أخوان عشر الترمدول وثلاث عائلة بتوسكان اشتك من ظهرك من رجلك لكن من جوزك يا جماعة ارحمونا أكتر واحد مسموح لتكلم في الأعراض بيجيلي ناس مش قادرة تقف على رجليها بقول لهم ما تقلقوش الموضوع محلول بص دا مش فاكل اسم الدواء بس كنت وحده في الكيز دا مفيش حاجة بتقف قصادي غير العينية أنا كده تأكدت انت تعبان في دماغك كل دكتورة بتشتغل هنا بعد أسبوع بيجيليها مية عريس لابا دا ما عندكش أي حاجة جدو ولا لا أنا ضد العنف طبعا يعني آخر خالص أضرب سرنجة يا فندم اسم الدواء إيه هو إيه اللي ألبها مربعة ما البيت زعل بيتها مربعة الصاحب المصلح جيه امسك فيه بإيدك وسنانك لأنه ناقص لا بقولك إيه أنا ممكن أقفلها لك دلوقتي مفيش مبرر إن حد متعور ألاقي الجرح كله بقون غير إنه ضرب بكنكة أنا ممكن يا بان عادي لكن من جوا يا فوار لو خدت الدواء مفيش ترجيع ممكن تدهلي دا ما هو مش عشان بدمعك يا سجل اللي كشكت بيعك ما مات دا مش عند الحق دكتور أبو يا جسمه ساعة جدا وما بتنفسش ما كده ما ياتي يا ابني طماطم إيه اللي عايزة توزينيها يا حاجة أكتر مادة كنت بحباها في الكلية المادة الفعالة بقول لي صيداني يديني حاجة اليوم الخميس أم يديني لب وزداني يا حاجة حبوب الشباب دي بتطلع في الوشة مش بتتباع بنبقى زحمة أكتر من السينما يوم الوقف مش بحب ألعب أونلاين البنج بيبقى عالي لازم كل يوم أشوف النشرة بص النص الكوبية المليان وحط كتفاصل في شامبو محتاجه في حاجة؟ تصدقى بالله يا حاجة أنا عايز حق نتهوك فين الدكتور يا ابو ندارة اللي بيقف بالليل؟ مم أول حرف بإسم الدواسين والتاني ألف سامر ها معلوماتي عن الكرة ضعيفة جدا طب تعرف كيتا؟ كيتا مين؟ دكتور معلش أخوك عريز جديد أنا قطك يعني؟ يا جماعة ارحمونا آخر حاجة عايزة أقولها الصيدلية مكان عظيم جدا لازم تتعب عشان تيجي هنا اشتركوا في القناة